في إطار الزيارة الرسمية لليابان التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولية ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو ورئيس وزرائه كما عقد سموه عدة لقاءات أخرى استقبل الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان في توكيو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وآليات دعمها وتعزيزها في المجالات كافة كما تبادل الجانبان وجهة النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات في المنطقة إلى ذلك استقبل معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان في توكيو اسمو شيخ عبدالله بن زايد آلن هيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة منها التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة والدفاعية واستكشاف الفضاء كما تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وفي إطار الزيارة الرسمية إلى اليابان التقى سمو شيخ عبدالله بن زايد آلن هيان معالي شيماسا يهاشي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون في المجال التعليمي خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الجامعات اليابانية وعدد من الطلبة اليابانيين الدارسين في الجامعات الإماراتية وفي إطار عام زايد كرم اسمو شيخ عبدالله بن زايد آلن هيان بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان كرم عائلة الراحل الدكتور كاتسوهيكو تاكهاشي الذي عمل في أبوظبي عام 1967 كمهندس تخطيط مدن أول في حكومة أبوظبي وقام سموه بتسليم رسالة شكر إلى عائلة الدكتور تاكهاشي وشملت أبنائه وأحفاده ترجمة نانسي قنقر